أهلا بكم أحباء المشاهدين والمشاهدات من متابعي ومتابعات برنامج أقوال النبوة برحب بحضراتكم وحضراتكم في بداية حلقة جديدة من البرنامج وحاليا مازلنا في سلسلة حلقات بندرس فيها نصوص نبوية من العهد القديم بالتحديد من سفر أشعية عن شخصية من شخصيات الأيام الأخيرة موسم المجيء الثاني هو الأشوري الأشوري الشرير وهو ده جزء من سلسلة حلقات أكبر عن النبوات عن أشور في الكتاب المخدس في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن بركة الرجوع إلى الرب كنتيجة من نتائج رجوع اليهود إلى الرب كنتيجة من نتائج هجوم الأشوري على إسرائيل حلقة النهاردة تقريبا شبه الحلقة اللي فاتت ولكنها بتكلم عن حاجة تانية وهي بركة العودة العودة إلى الأرض وليس إلى الرب طبعا احنا بين الحلقتين حلقة الرجوع للرب والعودة إلى الأرض كان فيها حلقة تانية في المنتظف عن لا تخف من أشوريا شعبي حلقة النهاردة بتدرس نص من سفر أشعية بيقول النص بكل بساطة أن بسبب أو كنتيجة أو كمخرج من مخرجات هجوم الأشوري يعني الفاشل على دولة إسرائيل اللي سوف يتم إرجاع اليهود من مختلف دول العالم إلى أرض إسرائيل وده كلام عام احنا نتكلم عن الرجوع من دول الشتات والسابي ولكن الغريب أن في وسط الكلام العام ده يعني الرجوع هيبال كل اليهود وزي ما نشوف النهاردة ولكن فيه كلام بالتحديد عن رجوع من أرض آشور من مملكة آشور أن عدد كبير جدا من يهود اللي هيرجعوا في الأيام الأخيرة إلى دولة إسرائيل هيكونوا راجعين من آشور وبحسب نبوة سفر أشعياء النبي سيكون هذا الرجوع من آشور مرتبط بسقوط شخصية الأشوري أو هزيمة الأشوري وقبل ما أبدأ دراسة نص النبوي في الحلقة هجاوب على سؤال مهم من أسئلة حضراتكم اللي أسيرت في الحلقات التلاتة الأوائل وانأجلت الإجابة للحلقة الحالية لأنه ليه علاقة قوية جدا بموضوع الحلقة الحالية الحلقة الحالية بتكلم عن إيه؟ عن رجوع اليهود من مختلف دول العالم إلى أرض إسرائيل رجوع جماعي نهائي شامل كنتيجة من نتائج ضربة الأشوري لدولة إسرائيل وهزيمته أو فشل هذه الضربة ولكن رغم أن اليهود يرجعوا من كل دول العالم لكن فيه رجوع خاص لليهود اللي موجودين في أشور سيعودوا إلى إسرائيل السؤال بقى المهم جدا وهو فيه يهود موجودين في منطقة أشور أو في مملكة أشور حمل هذا الاسم بسبب وجوده في تلك الأرض على الأقل 2600 سنة السؤال اللي أنا مجوبتش عليه قبل كده وهجاوب علي دلوقتي لأنه مهم للدراسة الحلقة الحالية هو يا طرى طيب لو قلنا أن الأشوريين المعاصرين ملهمش أي علاقة بأشور القديمة الشريرة مملكة الشر التي ستعود مرة أخرى طيب هم إيه هم مين وطبعا جات لي أسئلة كتير جدا في هذا المجال أخ جون نروز مثلا بعت لرسالة بيقول لي إن لم نكن نحن الأشوريين هم أبناء ونسل أشور فمن نحن الأخ عادل كوكا بردوه إخوة من الأشوريين الأحباء كتب بيقول لي الشعب الأشوري عظيم وله تاريخ وحضارة وهو أصل شعوب العالم يعني ماشي هنعديها هو طبعا شعب عريق مش عايز الكلام يعني والنهاردة هقولك بالأكتر أنه شعبه مبارك بركة خاصة المهم رسالة بتقول فكيف تقول أن لا أصل له أنا ما قلتش أن الشعب الأشوري الحالي المعاصر لا أصل له لم يحدث على الإطلاق على فكرة أكتر من رسالة قالت نفس الكلام أنا ما قلتش كده أنا ما قلت أن ما يسموا بالأشوريين المعاصرين ما هماش الشعب الأشوري الشرير القديم مملكة الشر مملكة الإرهاب المكتوب عنها العديد من أحداث الكتاب المقدس ونبوات المستقبل في الكتاب المقدس وسوف تعود بقوة كمملكة إرهاب وشر في العالم لتشارك مع ضد المسيح في أحداث الأيام الأخيرة أنا ما قلتش أن ما يسموا بالأشوريين أحباء أن الأشوريين المعاصرين ما يسموا بالأشوريين أنا ما قلتش أن ما لهمش أصل قلت أن هم ما لهمش أي علاقة وأصل به المملكة الشرير إذن من هم؟ الموضوع بسيط جدا وعلى فكرة موجود في أدبيات وكتب وتاريخ الإخوة الأشوريين بالذات ما قبل 1850 لو رجعتوا لأي كتاب قديم وفي أنا عندي كم من المصادر والمراجعة كتير جدا ولكن إحنا تركزنا على دراسة النص الكتابي هقول الحد الأدنى من المعلومات في النقطة دي علشان دي هتساعدني لفهم نص مهم جدا في أشعية 11 ما يسمى بالشعب الأشوري المعاصر هو في الحقيقة بريء تماما من كل تراث الماضي الشرير بتاع الشعب الأشوري الإرهابي الدموي نسل نمرود ونسل أشور القدماء هم مين بقى؟ هم بقايا الأصباط العشرة بتوعة مملكة إسرائيل اللي تم سبيهم زمان إلى مملكة أشور كلام ده مش كلامي أنا ومش كلام جديد على فكرة كلام ده قالوا أعظم علماء العالم الموسوق فيهم لأن فيه ناس نشطاء فيه ناس بيقولوا كلام كده مش علمي مش أكاديمي لكن واحد زي أستاذنا العظيم جدا دكتور عزيز سوريا العطية المؤرخ العالمي هو قبط صحيح بس ليه مكانة عالمية جدا اللي عمل الكوبتيك انسيكلوبيديا واحد من أشهر مؤرخين الشرق الأدنى القديم وكان عايش في أمريكا يعني أستاذ كبير جدا كاتب هذا الرأي وشرحه لغاية أوتسابونا أتناسيوس المقاري المعاصر في الكتاب بتاعه المهم جدا عن كنيسة المشرق الأشورية كاتب هذا الكلام وشرحه وفيه كمان فيه مراجع كتير جدا أنا لسه كنت عمارة للموتران لويس ساكو وده عالم متخصص في المجال ده بالتحديد ليه كتاب مهم اسمه خلاص التاريخ الكنيسة الكلدانية في صفحة سبعة هتلاقوه كاتب بالتفصيل هذا الكلام طبعا عندنا المرجع الضخم جدا اللي كل الناس لازم ترجع له هو كتاب العلامة جرانت أساهيل ده غلاف الكتاب هو على الشاشة وده كتبوا في بدايات القرن التاسع عشر نشروا سنة الف تمنمية واحد واربعين خلي بالكم ليه أنا بقول التاريخ ده الف تمنمية واحد واربعين بدأ التشويش والتزوير اللي عملوه بعض الغربيين لتغيير اسم الكنيسة أو الشعب الأشوري المعاصر المهم العلامة أساهيل في كتابه الـ 12 تمنمية واحد واربعين نشر الكتاب ده الكتاب ده بعنوان إيه زي ما تشايفينه بالانجليزي بالعربي النصاطرة أو الأصباط المفقودة ده عنوان الكتاب طبعا احنا عارفين أن ما يسمى بالنصاطرة أو الشعب النصطوري هي كنيسة المشق الشعب اللي احنا بنسميه الوقت الأشوري وبعد كده بيكاتب عنوان جانبي بيقول هو كاتب على قولها في الكتاب اسم الكتاب النصاطرة أو الأصباط المفقودة يحتوي هذا الكتاب على أدلة عن هويتهم وآدابهم وعاداتهم وطقوسهم مع رسومات تخطيطية للسفر إلى أشور القديمة وأرمينيا وبلاد الأكراد ولاخلاخلاخلاخ ده عنوان الكتاب أهو والكتاب ده يعتبر المرجع الأم ولكن فيه كتب كتير جدا وأنا مش عايز أخد وقت أكتر من كده في الإجابة على السؤال ده ولكن أنا ما قلتش أبدا وما قدرش أقول أن ما يسمى بالشعب النصطوري المعاصر إنه ملوش أصدق ده ليه أصل وأصل مبارك كمان من وجهة نظر أنا وأصل أعظم بكتير كمان هم أساسا الأصباط العشرة من مملكة إسرائيل الشمالية لما حصل سبي ليهم لمملكة أشور ما نقراش في الكتاب المقدس أنهم رجعوا بعضهم رجع بعد كده مع إخواتهم في العودة من السبي البابيلي إحنا عندنا سبيين سبي أشوري لمملكة إسرائيل الشمالية وسبي بابيلي لمملكة يهوزة الجنوبية اللي هم السبطين ونص بتاعت يهوزة وبين يمين لما رجعوا بقى السبي البابيلي رجعوا كله أيام كورش رجعوا من بابل بعد ما كورش جه ملك الإمبراطور الملك العظيم الملك الفارسي بعض من إخواتهم من الأصباط العشرة عرفوا أنهم هيرجعوا فسفروا من أشور لبابل ورجعوا معهم لكن الغالبية أو عدد كبير لم يعودوا وبقيوا في منطقة أشور طبعا تمت إبادة الأشوريين القدماء تماما لأن يا مملكة ملحاش نسل وجنس زي ما شرحت في الحلقات التلاتة الأولى من تلك السلسلة للي ما اسمعهمش أو من فضلك اسمعهم أو اسمعيهم الأول وبقيوا اللي كانوا مأسورين وعبيد هناك ومنهم اليهود أصباط العشرة الشماليين اللي ما رجعوش دول عاشوا في الأرض دي 2600 سنة وتعرضوا عبر التاريخ إلى مجازر وإبادات مختلفة ويسموا عبر التاريخ بالنساطرة كنيسة المشرق لأنهم أمنوا بالمسيح لما القديس توم رحلوهم كانوا يهود طبعا وأمنوا بالمسيح بسؤولة وما زال نسلوهم موجود لغاية دلوقتي وحملوا الإسم حملوا الإسم ولكنهم لم يحملوا طبعا اللعنة ولا الوذر القديم هم شعب عظيم مبارك وهم يهود الأصل أمنوا بالمسيح بعضهم حاليا طبعا مؤمن حقيقي وبعضهم مؤمن غير حقيقي لكن ما زالت الجنسية والناس اليهودي هو أصل بتاعهم ده الكلام العلمي وده الكلام اللي فدوقه هندرس مع بعض آية النهاردة الآية النبوية النهاردة من أشعية 11 يقول الروح القدس في عدد 11 أشعية إصحى 11 عدد 11 ويكون في ذلك اليوم أن السيدة يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه التي بقيت من آشور ومن مصر ومن فتروس ومن كوش ومن علام ومن شنعار ومن حماه ومن جذائر البحر طيب كلام ده مهم بما فيها التفاصيل اللي احنا أحيانا بنشوف إنها تفاصيل زيادة أو مملة لكن ده كلام مهم وهندرسه دلوقتي في حلقتنا الحالية الآية الحالية اللي هي أشعية 11 11 بتتحدث عن شعب مملكة إسرائيل الشمالية علشان كده بيقني خلي بالكو لأن كلمة إسرائيل أحيانا في الكتاب المقدس بتعني كل اليهود وأحيانا بتعني العشر أصباط بس ولازم وإحنا بنقرأ الكتاب بنبع عارفين هو في المكان ده بيقصد هنا في العدد 11 بيقصد الشعب الشمالي شعب المملكة الشمالية اللي هم العشر أصباط اللي انفصلوا عن مملكة داود وكوانوا مملكة مستقل وتم سبيوهم كانت عاصمتهم السامرة مش أوروشاليم وعقابا على شررهم وعبادتهم للأوسان وللعجل الذهبي سمح الرب بأن يتم سبيوهم إلى آشور ولكن آشور عمرها مسابة المملكة الجنوبية مملكة يهوزة اللي عاصمتها أوروشاليم وفي الآية 12 اللي جاية هيكمل الكلام عن الآية 11 في النص الأول منها بعد كده هيبدأ يتكلم عن عودة مملكة يهوز إذن النص كله بيتكلم عن كل اليهود لكن فيه أجزاء من النص عن الأصباط العشرة بس وفيه أجزاء عن الأصباط اللي اتنين بتعود مملكة يهوزة زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض بالتفصيل وهنا وقبل ما نبدأ التفسير لابد أن أذكر حضراتكم بالموقف القديم عن سبي الشعبين لأن هذا الموقف لم يسوا بالكامل حتى يومنا الحالي الأهم والأخطر أن النبوة موضوع دراستنا بتتكلم عن التسوية النهائية يعني لغاية النهاردة موضوع عودة اليهود وسبي أشور وسبي بابل لغاية النهاردة ما تسواش الفايل ده مفتوح في الواقع ومفتوح قدام ربنا يعني ما تسواشه يعني هقول لحضراتكم تاني كان فيه سبي العشر أصباط لأشور طيب حلو رجعوا ولا ما رجعوش لا لغاية دلوقتي ما رجعوش وما قرناش في الكتاب المقدس أنهم رجعوا رجع بعضهم ورجعوا مش في إطار العودة من أشور ده بعضهم هربوا من أشور هربوا جنوبا إلى بابل ولما أخوتهم اللي في بابل بتعطي السبي البابلي رجعوا فأيام كراش رجعوا معهم إذن طب إمتى بقى هيرجعوا الكل لأن كمان حتى الاتنين اللي رجعوا اللي هم مملكة يهوزة والشوية اللي رجعت من الأصباط العشرة اتعرضوا لشاتات بالذات سنة سبعين ميلاديا بعد صلب الرب يسوع وبقوا عايشين في العالم كله إمتى بقى هيحصل أن اليهود كلهم بقى يتلموا تاني في مملكة واحدة في موسم المجيء الثاني أو في نهاية الزمان الحالي وستكون أحداث وعلشان كده احنا بندرس نبوت احنا قبل كده درسنا عن نبوات عن الرجوع بذات مثلا في ديقة يعقوب اتكلمنا في الحلقة 11 مثلا اتكلمنا عن الرجوع لكن النهاردة ليه بندرس تاني الرجوع لا مش تاني أنا بدرس الرجوع كأحد الأحداث المرتبطة بعملية الأشوري احنا بندرس في الأصل يعني حلقة النهاردة مش هدفها رجوع اليهود إلى أرض إسرائيل هدفها نبوات عن الأشوري ومن نتائج سقوط الأشوري هيقوم الله بتسوية موقف اليهود وإعادتهم بالكامل وبالتمام إلى أرض إسرائيل تقول النبوة ويكونوا في ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه التي بقيت يكونوا في ذلك اليوم معلش احنا الآية 11 و12 هندرسهم بالتفصيل حتى لو أخذت معظم أو يعني معظم أو حلقة كلها النهاردة يكونوا في ذلك اليوم بنتقابل تاني هو تالت ورابع مع تعبير في ذلك اليوم وكما قلنا في حلقات كتيرة جدا لما أرأ التعبير ده في ذلك اليوم والنص ما يكونش بتكلم عن يوم معين واضح يبقى الهدف ايه هو ذلك اليوم واحد هو يوم الموسم المجيء الثاني وإحنا سبق أن الكلام ده في حلقات كتيرة ولكن إحنا أشرنا للنقطة دي فحلقتين فاتوا ففي بعض الإخوة اتصلوا وبعتوا وبعد كده سألوا طيب ويعني هل في دليل إحنا طبعا في سلسلة المجيء الثاني غطينا النقطة دي ولكن بسرعة جديدة علشان خاطر تبقى الأمور واضحة نعم طبعا في أدلة وفي أدلة كتيرة جدا إن لما يتقال اليوم يبقى يوم مجيء الرب قد يكون مجيء الرب الأول أو التاني موسم مجيء الرب له مجيءين المجيء الأول التجسد والمجيء التاني التينون وفي كل واحد اسمه يوم الرب المجيء الأول اللي قاعد حوالي حاجة وتلاتين سنة كله على بعضه كده اسمه يوم الرب عارفين في يحنا تمانية الرب نفسه بيقول لقادة اليهود قال لهم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي يوم الرب فرأى وفرحة في يحنا تمانية طبعا إيه هو اليوم ده يعني هل هو يوم يعني 24 ساعة لا طبعا لأن إبراهيم ما شافش طب هو هيب يوم إيه يعني يوم البشارة ولا الميلاد ولا الصريب وإيه بالصف لا هو كل أحداث المجيء الأول بداية من البشارة للعذراء مريم ونهاية بالصعود كل ده على بعضه حوالي تلاتة وتلاتين سنة مثلا كل ده على بعضه اسمه يوم الرب إذن يوم الرب هنا ده مش 24 ساعة وفي يوم آخر برضو بيسمى يوم الرب وبرضو ما هوش 24 ساعة هو موسم المجيء الثاني إذن مجيء المسيح هو يوم الرب فلما نقول ويكون في ذلك اليوم يعني موسم طبعا النبوة الحالية بتتكلم عن المجيء الثاني مش المجيء الأول ده في ذلك اليوم نبويا هذا التعبير يشير إلى آخر الأيام حد قال لي طب هو عندك دليل طبعا نشرحنا الكلام ده بل كده بس أنا بجاوب بسرعة لأن هذا الكلام مهم جدا نعم هوريكم قرينا يعني قرينا يعني آية ليها معنى واضح وبعد كده آية تانية في نفس المجال بتتكلم عن نفس الموضوع وليها معنى تاني بس بتستخدم كلمة تانية في اسمها قرينا تعالوا ناخد آية في سفر أشعياء برضو يقول ويكونوا في آخر الأيام بيتكلم عن ايه هنا في أشعياء اتنين في أول سفر أشعياء اتنين يكونوا في آخر الأيام ها واضحة جدا نحن الآية دي اللي أنا بقرأها لحضراتكم بتتكلم عن آخر الأيام المجيء الثاني موسم المجيء الثاني يكونوا أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفعوا فوق كل التلال وتجري إليه كل الأمم وتسير شعوب كثيرة ويقولوا يلا نصعد إلى جبل الرب فإلى بيت إليه يعقوب فيعلمنا ونسلك في سلكه لأنه من صهيون تخرج الشريعة آيات طبعا مشهورة فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين وإلخ إلخ إلخ في أشعياء اتنين يبقى هنا بيتكلم عن إيه أشعياء اتنين عن نهاية الأيام بلا شك مباش في حروب يعني الكتاب بيقول كده ده مش عمرها ما تحصل في التاريخ غير بعد ضيقة العظيم يطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل لا ترفع أم على أم سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد الكلام ده موجود في أشعياء اتنين بتكلم عن إيه؟ عن نهاية الزمان الحالي يكمل بعد كده بآية بتقول إيه بقى؟ توضع عين تشامخ الإنسان وتخفض رفعة الناس ويسمر رب وحده في ذلك اليوم شايفين في تعبير في ذلك اليوم؟ يبقى كده لما يقول إمتى بقى توضع عين الأيلام ده برضو في نفس الإصحة أشعياء اتنين بس عدد عدد حداشر ومتكرر تاني في عدد سبعتاشر وعدد عشرين تلات مرات هو بنتكلم بالتأكيد بسبب القرينة عن المجيء الثاني يسمى في ذلك اليوم وهستأذن حضراتكم في الفاصل قصير ونكمل دراستنا لأشعياء احداشر ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم وحضراتكم بعد الفاصل وكنا بندرس مع بعض الآية النبوية المشهورة المهمة اللي موجودة في أشعياء احداشر يكون في ذلك اليوم أن السيدة يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه أنا عايز ألفة نظر حضراتكم بس لأهمية التفاصيل في دراسة الكتاب المقدس لأنه ناس كتير بيهمها الآية على بعض بتتكلم على إيه وخلاص لكن من غير يعني مثلا الجملة دي مش آية دي جملة أنا السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه فمحدش يفهمها بس أن الرب سوف يعيد بقية شعبه طب إيه حكاية يعيد يده وليه يعني إيه ثانية الكلمات دي ويعني يقتني ليه ما قالش يرجع يعيد الكلمات دي في التفاصيل مهمة جدا لأن الروح القدس قصدها قصد أن يعلمنا أو يكشف لينا أو يوضح لينا أو يشاركنا في بعض الأسرار التدبيرية يعني أسرار تدبير الله للتاريخ والعالم أحيانا نقرأ ونفسر ولا نهتم بهذه التفاصيل لكن احنا البرنامج يقول النبوة بصراحة كل كلمة بنوزنها بميذان من الدهب لأن دي كلمات الله المقصودة لنا تعالوا نروح إلى النص نفسه في الجملة دي في كذا كلمة كده ندقق فيها أول حاجة فيه كلمتين كلمة يعيد وكلمة ثانية والكلمتين دول لهم تقريبا لما أقول أنا هعيت حاجة يعني أبعملها تاني خلي بالكم روح القدس كتب يعيد وثانية في نفس الآية أحطي لكم الآية أن السيد يعيد يده ثانية آه لا يبقى إذن الروح القدس هنا بيكرر تقريبا نفس الفكرة عايز يقول دي حاجة هتتعمل مرتين فلا يجب تجاهل هذا لأن الروح القدس تعتعب نفسه ووضح تلك الفكرة بكلمات بيجتخرجت بالوحي الإلهي في الجملة دي الكلمتين دولة كلمة يعيد آآ يساف يساف يعني يعيد بالعبري وثانية shiny shiny يعني اتنين أو ثانية للمرة shiny يعني للمرة التانية طب كلمة يساف معناها حرفيا يكرر يعني كلمة يساف يعني بيتكرر وشيني يعني للمرة التانية إذن ربنا عايز يقول إيه مش يعيد ثانية آه صحة طبعا يعيد ثانيتا بس بأكثر دقة هيكرر حاجة للمرة التانية يعني كأن النبوة بتقول في حاجة هتحصل وهتتكرر مرتين في التاريخ ده الكلام ده اتكتب ايام اشعية هذا يعني ان النبوة اللي اتكتبت ايام اشعية بتشير الى حاجة معينة حدث معين هيحصل وبعد كده كمان هيتكرر تاني في التاريخ بعد كده ما هو هذا الحدث احنا عارفين طبعا ببساطة هو العودة من السبي وكأن في سفر اشعية بيقول ان العودة اللي ربنا وعد بيها في سفر التسنية مش هتحصل مرة واحدة هيبع عندنا في التاريخ المقدس عودتين سيحدث الشيء وسيتكرر للمرة الثانية وبالتالي لن يباد الشعب سواء في الخطأ الاول لا هيرجعوا او في الخطية العظمة التانية برضو هيرجعوا ده نبويا اعاد الرب الشعب اليهودي اول مرة ايام زروبابل ايام نحمية ايام دانيال عندما عاد الشعب من السبي البابلي وراجعوا الى ارضهم وحنا نقرأ عن ده فيه سفرين بالكامل في الكتاب المقدس غير اصفر اخر اتكلمت عن هذا الكلام وهو سفر نحمية وسفر عزرة بيتكلموا عن العودة واعادة البناء دي اول مرة بس خلي بالكم اشعية لما كتب النبوة كتبها قبل العودة دي فاذا الروح القدس بيقول خلي بالكم انا هكلمكم عن في ايام اشعية بيقول انا هكلمكم عن عودة من السبي بس محدش يفتكر ان العودة من السبي دي هي بتاعة زروبابل بس لان العودة سوف تتكرر مرة اخرى اذا النص النبوي واضح جدا الكتاب المقدس في نبوة اشعياء 11 بيقول ان هناك عودتين هيحصلوا بعد زمن اشعية ومثلما ننظر الى العودة الاولى اللي هي بالنسبة ان احنا تمت ايام زروبابل ومكتوب عنها في سفر عذرة ونحمية وفي اجزاء كتيرة جدا ولكن في ايام اشعية كانت في المستقبل هتحصل في المستقبل احنا دلوقتي بقى عارفين كويس جدا ومتمسكين بالعودة بتاعة بابل لان اتكتبت عنها في الكتاب المقدس بس يجب ان لا ننسى ان ننتظر وان نعرف ان الله بيكشف لنا سر ان هناك عودة اخرى لم تتم حتى اليوم لا نعرف في التاريخ اي عودة غير واحدة بس وننتظر ان اخرى ستتم في المستقبل وده اللي احنا بيدرسها حاليا واللي هتتم بمناسبة هجوم الاشوري الشرير على دولة اسرائيل وفشلوا او هزيمة جيشه مع العلم ان نبوة اشعياء النبي كانت تتحدث عن العودتين مع بعض اعود مرة اخرى واشير بوضوح تام الى اهمية فهمنا فهمنا احنا كمؤمنين في العهد الجديد الى عودة اليهود اللي بدأت تحصل حاليا الارض اسرائيل انا لا اتحدث عن الجوانب السياسية وغير معني بالسياسة على الاطلاق انا بقى اعني تدبير الله للتاريخ قد يكون الرجوع اللي بدأ من سنة 48 وقبل 48 بشوية هو بداية ما تتحدث عنه اشعياء 11 وانا اؤمن انها هكاسة لان عندي علامات كتير بدأت تتجمع مع بعض ولو هي مش دي موجودة يبقى هتحصل بعد كده مسي مش دي قضيتي قضيتي الاساسية ان انا كمؤمن من مؤمن العهد الجديد كيف اتفاعل كيف افهم كيف انظر الى عودة اليهود مرة اخرى نعم عودة اليهود مرة اخرى الى ارض اسرائيل اللي بيسموها عالية يعني الرجوع او الصعود هي جزء من تدبير الله لحركة التاريخ نبويا كما يكشفها لنا اشعياء 11 11 ويجب ان ننتظرها يجب ان نتابعها يجب ان نفهم ما يحدث طيب بيقول بعد كده ان السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه هذه العودة اللي بالنسبة لنا احنا اسمها عودة وبالنسبة لليهود اسمها صعود الى اوري شليم وبالنسبة للعالم ممكن يسموها في السياسة اسماء بقى حاجات مختلفة جدا يعني تمام انا بالنسبة لربنا بيشوفها ايه بيشوفها اعادة اقتناء لشعبه خلي بلكوا بقى من التعبير ده بيقول ان السيد يعيد يده ثانية ليقتني شعبه وكأن وجود الشعب اليهودي خارج ارض اسرائيل هو ضياع لحقوق الرب الملكية حقوق الملكية للرب ايوة علشان كده بيقول لما يرجعوا هيبالرب بيعيد اقتناء شعبه وده كلام في منتهى الخطور على فكرة ده ينطبق علينا احنا روحيا بس لازم نفهمه حرفيا ونبويا علشان ندرك اعماق المعنى الرمزي ولو فشل الحقيقة يبقى بالتأكيد الرمز مش هيتم لان اذا كانت العودة هي رمزي لنا احنا فيما بعد روحيا فبالتالي لابد ان تتم العودة وإلا يبقى كل مرسنا الروحي مبني على ايه على فشل وعلى تزوير وعلى خرافات وعلى اوهام لا احنا كل مرسنا الروحي مبني على حقاق اذا لابد ان نؤمن بالعودة اعادة اقتناء الرب لشعبه لان هو ده الاساس اللي احنا كمان نتمتع به كمرس روح كلمة يقتني خلي بالكم هي كلمة كان بالعبري بمعنى يشتري بتمن خلي بالكم فيه كنوز في هذه النبوة انا لو غطيت انا ممكن اضيع ممكن استخدم الحلقة دي كلها في الاية 11 بس لان فيها كنوز في منتهى الخطورة كلمة كان بالعبري معنى هشترى بتمن وعلى فكرة مترجمة في مواضع كتير جدا في الكتاب المقدس بمعنى شرى بتمن منها اشعية واشعية 24 واشعية 43 موجودة تلك الكلمة يعني موجودة في اشعية 24 اتنين واشعية 43 عدد 24 موجودة بمعنى يقتني بعد دفع تمن معين وده معنى الكلمة ممكن تستخدم كانت معنى الخلق ولكن المعنى الحارط بتاعها ان يشتري بتمن وخلي بالكم من كلمة الشرى بتمن لان الشرى بتمن لتعبير بالذات التعبير ده في كتاب المقدس في العهدين القديم والجديد ولكنه تكشف عنه اكتر مش وحده ولكن اكتر في العهد الجديد ايه التعبير ده هو الفداء الفداء هو الشراء بثمن زي ما احنا كده وعلى فكرة احنا بنتمتع بالفداء وده كان يرمز له في العهد القديم بفداء الله لشعبه يعني اقتناءه بثمن آية اشعية 11-11 واحدة من الآيات اللي بتأسس لفكر الفداء اللي احنا حاليا بنتمتع به الله بيشتري شعبه بثمن بيقتنيهم مكتوب كده في كرونسوس الاولى مرتين مرة في صحة 26 لانكم انتم بقى قد اشتريتم بثمن لو انا ترجمت الكاية دي بالعبري انتو حصل الرب عمل لكم اقتناكم كان زي بالزبط اشعية 11-11 فمجدوا الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي لله لانه هو اشتراكم بثمن واتكرر التاني في كرونسوس الاولى سبعة انكم قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس الروح القدس تحدث عن الفداء في العهد القديم باكتر من فعل طبعا في الفعل بيدوس او الكلمة بيدوس يعني فداء الفعل بتاع اسمها بدا بدا او فدى في العهد القديم ودي موجودة في مزمور 111 ومزمور 130 مش هدخل فيها يعني لكن عايز اقولكم ان الفداء كفكرة في العهد القديم موجودة موجودة بوضوء باكتر من كلمة منها الفعل بدا او كلمة بيدوس لكن كمان في فعل كان يعني اشترى بتمن والله سوف يعيد فداء شعبه اسرائيل مرة اقرأ في الايام الاخيرة خلي بالكو احنا ما زلنا بنتكلم عن بركات عظيمة جدا ولكنها ستحدث بسبب اشور الايام الاخيرة اه دي بركات يلا بيسمح بكتير من الشرور في العالم لانها بتعود على شعبه ببركات لا تقدر بثمن عشان كده النهاردة بندرس كل الامور دي وبنكشف عن حقاق عن اعادة فداء الله لشعبه بسك نتيجة من نتائج هجوم الاشوري الشرير في الايام الاخيرة على شعب اسرائيل اقول انه بالرغم ان التعبير ده لاهوتيا قوي جدا يقتني لكن هكلمكم بصراحة احنا عارفين فداء ان احنا تم ازاي وعارفين ان اليهود سيتمتعوا بنفس الفداء بعد ايمانهم لكن ما نعرفش بالزبط ده الحقيقة مش الرمز ولكن الرمز بقى هو الاقتناء بالعودة احنا ما نعرفش الاقتناء بالعودة سيتم ازاي يعني ما كشف لناش قالنا سيقتني شعبه يعني هيعمل ايه انا مش عارف لكن هيعمل حاجة سيتم بها اعادة اقتناء شعبه وبالتالي هيرجعوا كلهم الى دولة اسرائيل ده الرمز والحقيقة اللي احنا بنتمتع بيها وهيتمتعوا هم بيها زي ما انا شرحت في الحلقة اللي قبل اللي فاتت هو انه يتمتعوا بفداء المسيح لكن الاتنين لازم يحصلوا الرمز والمرموز بيه لازم الاتنين يحصلوا طيب هيقتني ازاي في العودة التانية ما نعرفش بس احنا عارفين ان في المرة الاولى المرة الاولى اللي هي العودة من السبي البابلي ايام زورو بابل ونحمية ودنيال اللي حصلت ايام بداية المملكة الفارسية ايام قورش حصل برضو اقتناء حصل اقتناء نقرأ نقرأ هذا الكلام في سفر نحمية في اية كده في سفر نحمية انا بحبها جدا نحمية كان بيتكلم مع بعض قادة الشعب والناس الاغنية في الشعب بعد ما رجعوا مباشرة بيقول لهم ايه نحن اشترينا خلي بالكم من فعل اشترينا دي كان هو نفس الفعل نحن اشترينا اخوتنا اليهود الذين بيعوا للامم حسب طاقتنا يعني ايه الكلام ده في نحمية خمسة تمانين يعني في الرجوع الاول حصل كان وفي الرجوع التاني هيحصل كان بس في الرجوع التاني ما نعرفش هيحصل ازاي لكن في الرجوع الاول حصل ان معظم اليهود اللي رجعوا مع نحمية ومع زورو بابل ومع الناس دول كانوا عبيد بسبب السبي فاخوتهم اللي معاهم فلوس الله قدهم انهم يدفعوا بالفعل فلوس تم دفع اموال وتم اعادة اقتنائهم ويرجعوا يبقوا احرار في ارض اسرائيل ده اللي حصل في العودة الاولى يطرى في العودة التانية هيحصل حاجة ذي كده الله هيقود خدامه الامناء لحاجة ذي كده احنا ما نعرفش انا مش بقول ده لا يحصل لكن بالتأكيد الرب سوف يقتنيهم بثمن طبعا انا بتكلم دوقتي على مستوى الرمز ده غير المعنى الروح عشان محدش يقول لي مفيش ثمن وفلوس تبقى تانية لا احنا اتكلمنا قبل ما نتكلم عن العودة للارض اتكلمنا عن الرجوع الى الرب بالايمان بالمسيح الفادي بدون اي فلوس لكن في نفس الوقت ده برضو لازم يحصل لانها نبوة ولا بد ان تتم النبوات وتمت في العودة الاولى والفعل كان بالتحديد مذكور في نحمية خمسة تمانية عن العودة الاولى يكون في ذلك اليوم ان السيد يعيد يده ثانية ويقتني يبقى في العودتين هيحصل ان الرب سوف يقتني البقية التي بقيت من اشور تعبير بقى اللي بقيت خلينا لكم بقية كلمة بقية دي البقية التي بقيت اثير مسائيل اثير مسائيل ده تعبير اصلي في الجملة وليه معه ومش زيادة وهو تعبير مهم للأسف بعض الترجمات الانجليزي حزفت هذا التعبير كأنه تعبير زائد لا في الحقيقة تعبير في منتهى الاهمية اثير مسائيل الروح القدس بيقول لنا ايه عايز يقول لنا بكل وضوح ان الناس دول اللي الرب سوف يقتنيهم ثانية وسيعودوا الى ارض اسرائيل ارض ابائهم هم ابناء واحفاد اجيال كان قد سبق وتم اخذها في البلاد المذكورة وبقوا هناك ولم يعودوا خلي بالكم انا عشان كده لما قلت في بداية الحلقة من هم الاشورين المعاصرين ده مهم الفهم لان الكتاب المقدس بيقول لي في اشعية 11-11 ده غير الرأي العلمي طبعا انا مليش دعو بي انا قلت لكم بس بعض الاراء العلمية لكن انا اللي يهمني وقته هو النص الكتاب الكتاب المقدس بيقول لي ان في الايام الاخيرة هيبقى فيه يهود موجودين في ارض اشور وهؤلاء اليهود اتكتبت عنهم تعبير بالعربي غريب شوية بقية التي بقيت اثير اثير مسائير يعني اثير مسائير يعني بقيه ولم يعوده لو انا بترجمه كده ترجمه اكتر بكلمات شوية اقول الرب سوف يقتني بقية شعبه الي قعدت في ارض اشور اشور ولم تعد حتى موسم المجيء الثاني لم تعد اذا لابد ان يكون هناك مش نتشتت بعد كده لا 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 دول بقايا الاصباط العشرة حرفيا صحيح انه في نفس الاية الحالية هتوجد قائمة من 8 دول مش من اشور بس ولكن تعبير اثير مسائير يخص اشور فقط وعندي اية بعد كده هندرسها في النص الحالي بتؤكد هذا الكلام بيتكلم عن اشور بس مش عن 8 دول وقال البقية التي بقيت او اثير مسائير هندرس هذا الكلام لما نروح لل اية 16 من نفس النص الحالي تكون سكة لبقية شعبية التي بقيت من اشور التي بقيت بقية شعبية التي بقيت اثير مسائير اللي هم من اشور بس مش من التمن دول تعبير الذي بقيت اللي هو اثير مسائير في الجملة الحالية يعني ان كان عندهم فرص للعودة ولم يعودوا ولكن بقيوا بارادتهم طيب بعد كده يقولي بقى من اشور انا اؤمن ان كلمة البقية التي بقيت دي تخص من اشور بس زي ما قلت لحضراتكم ان عدد 16 بيؤكد هذه المعلومة كمان ولكن والصياغة اللغوية ممكن تعني كده ان البقية التي بقيت من اشور وكمان هيرجع من مصر ومن فتروس ومن كوش ومن حاجة تعالوا نبص مع بعض ولو حتى بسرعة على الاماكن دي لانها مهمة لفهم هو ايه اللي هيحصل بعد كده القائمة دي اللي قدام حضراتكم فيها 8 مواضع او 8 بلدان لو احنا ترجمناها للواقع الحالي احنا بنتكلم عن 5 دول حديثة العراق وسوريا وايران ومصر واوروبا طيب يقول اول حاجة من اشور من اشور اشور هنا هي الدولة او المملكة او ارض مملكة اشور ودي احنا دراسناها بقى وعارفين عنها كل حاجة تعالوا نروح اللي البقية بقى بسرعة يقول ومن مصر ومن فتروس ومن كوش التلاتة دولة مع بعض ممكن يمثلوا مصر المعصرة او مصر وشمال السودان ليه انا بقول كده قصة كلمة مصر دي تطلق على مصر كلها او تطلق على الوجه البحري في الكتاب المقدس وفي تروس ملهاش غير معنى واحد هي ارض في تروس هي الصعيد من الجيزة لغاية اسوان هي اسمها في الكتاب في تروس ولو احنا لو حضرتك او حضرتك اتفرجتوا معنا على سلسلة النبوات على مصر بحسب سفر حسقيال 29 32 سلسلة مهمة جدا شرحنا هذا الكلام بالتفصيل طيب كوش كوش هي مملكة النوبة الجنوب مصر اللي ممكن تبقى جنوب مصر من اسوان ونازل او شمال السودان او بصح معنا ادق الاتنين مع بعض قد تطلق ككلمة على كل افريقيا ولكن حرفيا هي المنطقة بتاعت النوبة كوش مش اثيوبيا لما يبقى عندنا حلقة سلسلة عن النبوات عن كوش هوضح هذا بالدليل وبالتفصيل الكتابي محدش يسأل عنه دلوقتي لانه موضوع كبير ولكن كوش ما هيش اثيوبيا حتى لو قاريتها ببعض ترجمات الانجليزي بكلمة اثيوبيا ولكن كوش هي النوبة جنوب مصر اقصى الجنوب اللي في مصر وشبال السودان حاليا حاليا طيب ومن علام علام دي جزء من مملكة الفرس قديما او ما يسمى ايران حاليا هي بالتحديد اقليم علام الجزء الجنوبي من بلاد فارس الغربي اللي واقع على الخليج يعني لو حادتك لو بصيت على الخريطة هاد الخريطة قدامك ايه هتلاقي السعودية بيفصلها عن ايران الخليج الفارسي زي ما ايران بتسميه او الخليج العربي زي ما العرب بيسمه ما هي في الانجليزي دعوه بالاسماء المهم ده الخليج الجزء اللي على الشط التاني من السعودية في ايران ده اقليم لوحده جزء حاليا من ايران لكن عبر التاريخ ده اقليم وكان في فترة معينة مملكة مستقلة اسمها علام اللي كان فيها منطقة سوسيانا شوشان اللي هي شوشان اللي قال عنها دانيال في دانيال 8 هي جزء من ايران حاليا وده الجزء الخطر اللي هو فيه كل الجيوش الموجهة ضد السعودية لغاية دلوقتي وفيه لقى الصواريخ الفلسطية المنصوبة حاليا موضوع مكان خطر جدا اذا عرفنا من اشور وعرفنا مصر والنوبة وعرفنا علام ده حتة من ايران وكمان من شنعار وشنعار هي ارض بابل ارض الكلدانيين اللي احنا بنسميها حاليا بلاد ما بين النهرين طيب لغاية دلوقتي يعني دي مجموعات طلعت او خرجت من مملكة اشور وراحت يام من ايران قريب يام من بابل جنوبا يام من راحوا مصر يام من راحوا حما حما هي طول عمرها هي منطقة في سوريا حاليا محافظة في سوريا طيب انا عندي تفاصيل عايز اقولها لحضراتكم عن حما دي لانها مهمة جدا وشيقة بالنسباننا واحنا بندرس اشور ولكن هستأذن حضراتكم في فاصل قصير ونكمل بعد الفاصل اهلا بكم بعد الفاصل طيب كمان من حما واحنا قلنا حما دي منطقة في غرب سوريا شمال دمشق يعني اللي راح حضراتكم او السوريين اخواتي الاحباء السوريين دمشق العاصمة فوق دمشق شمال دمشق توجد محافظة اسمها حما انا هحط خريطة دمشق المعصرة على لان فيها معلومة مهمة عايزة اقولها لكم اي الخريطة على خلي بالكم لو بصينا على الخريطة هنلاحظ ان حما كمنطقة او محافظة او مدينة وحواليها منطقة يعني عبر التاريخ كانت منطقة دلوقتي هي مدينة ومحافظة في نفس الوقت دي كانت ملصقة لز في حدود مملكة اشور القديمة احنا قلنا الكلام ده ان اشور القديمة كانت عبارة عن قطعة ارض وناس اشرار المهم قطعة ارض هذه القطعة الارض لو حضرتك مشوفتش الكلام ده في الحلقة الاولى والتانية والتالتة من فضلكم اتفرجوا عليه قطعة الارض دي موجودة فين دلوقتي اللي هي ارض داعش بالبلد دي كده اللي كانت داعش عامل عليها بدولة الخلاف اللي هي فين برضو اللي هي شمال غرب العراق وجنوب شرق سوريا طب الجزء اللي من اشور اللي في سوريا فين اهو شايفين الخريطة دي على ايدك اليمين اللي هي الجنوب الشرقي هتلاقوا في محافظة اسمها الحسكة او منطقة يعني ودير الزور وفوقيهم الرقة اهم دولة بقى يعني مش كل الرقة لكن كل دول بقى كانوا ايه كانوا حدود اشور القديمة يعني اشور القديمة لما ترجع هترجع في نفس قطعة الارض بحسب ما انا اعتقد هتاخد اجزاء من منطقة اشور في العراق وتمتد الى سوريا هتاخد الحسكة ودير الزور والرقة وده اللي حصل ايام داعش من كم سنة وانا اؤمن ان داعش عبارة عن احياء لمملكة الشر القديمة مملكة اشور الارهابية الدموية خلي بالكم بقى لازق في الحدود دي اهو ايه اللي لازق فيها اه حماة حماة زي ما انتوا شايفين على الحدود مع اشور القديمة وده معناه ان في بعض من اليهود اللي تم سبيهم لان اشور لما سابت اليهود بالاسباط العشرة وزعتهم على كل المناطق ففي مجموعة منهم تسللوا او بعثتهم اشور الى حماة حماة مهمة جدا على فكرة واحنا لما هنيجي ندرس من زمان وهي مهمة من ايام داود لو انت عارفين قصة توعي ملك حماة اللي ارسل يطمن على داود ويسأل على سلامته ويبركه في صمولة التانية المهمة في المستقبل سيكون لحماة سيكون لحماة دور اساسي وغالبا احد ادوار حماة الاساسية هو انها هتنظم عملية رجوع اليهود من سوريا سوريا كان فيها لغاية قريب 200 الف يهودي عارفين انهم يهود غير يهود مش عارفين احنا قلنا ان فيه يهود في العالم كتير جدا ما يعرفوش انه هم يهود الناس زي الاشورين المعاصرين وال200 الف دول تم اضطهادهم وطردهم في الكام سنة الاخيرة كانوا متمركزين في دمشق وحلب وقامشلي في اقصى الشر المهمة اللي احنا عارفينه من الاصباط العشرة هتعرف هويتها قد يكون منهم اشوريين لان فيه اشوريين في سوريا وسوف يعودوا وبعد كده يقول لي بقى تعبير التامن بقى احنا قلنا الكتاب هنا بيقول ان العودة هتبقى من تمن اماكن التعبير التامن بيقول بقى هو من جزائر البحر نقع بقى عندي من جزائر البحر لانه تعبير مهم يوميها ماتها يا يام يعني من الجزء كلمة جزائر البحر دي طبعا طيب جزائر البحر كتعبير عام يعني اي جزائر موجودة في البحر جزر يعني لكن كلمة اي هنا مش معناها جزيرة شرطا في اللغة العبرية مش لازم تبقى جزيرة ممكن يبقى شاطئ البحر يعني لو انا عايش في بلد وقدامي بحر والشاطئ الاخر يبقى بينسميه بالعبري يعني مش لازم تبقى جزيرة في وسط البحر ولكن الناحية التانية من البحر الكلام ده حرفيا عشان كده بتترجم في مواضع كتير جدا بمعنى اليابس او الشاطئ الاخر زاكوست وجات على فكرة كده في اشعياء يعني جات كده في اشعياء في اشعية اتنين واربعين ربنا بيقول اجعل الانهار يابسة يابسة يعني ارض نشفة مش جزيرة يابسة واقونش في الاجام في اشعية اتنين واربعين كلمة يابسة هنا ايه او بالعرب يابسا ما هي ايه بالعبري اه هي ايه هنا اللي هي جزائر وذكر تعبير جزائر البحر في العهد القديم بمعنى البلاد اللي في الناحية التانية من المتوسط اللي هي ايه اللي هي اوروبا اللي هي اليونان وايطاليا وفرنسا واسبانيا بالذات الاربع دول بس اوروبا كلها اذا كل دول اوروبا اللي هي الناحية التانية من البحر الابيض المتوسط احد اسمقها في الكتاب المقدس جزائر البحر والكلام ده واضح لو رجعنا إلى أشعية 24 هنعرف أن دول أوروبا بتتسمى جزائر نفس التعبير جزائر البحر بيتكلم عن الشعب اليهودي في نهاية الأيام لما يؤمنوا بالرب ويبعزين يرجعوا وهم يرفعون أصواتهم ويترنمون لأجل عزمة الرب يصوتون من البحر من المشارق من المشارق يعني إيه؟ يعني من العراق ومن إيران ومن بلد ديه يمجده الرب ومن جزائر البحر اللي هو الغرب بقى الغرب اللي هي أوروبا يمجده اسم الرب إله إسرائيل في أشعية 24 إذن جذر جزائر البحر هي بلاد أوروبا إذن عودت الشعب عودت الشعب الإسرائيلي وكلمة الإسرائيلي هنا يعني الأصباط العشرة اللي ما تمتش لغاية دلوقتي بالكامل عادوا بعضهم عبر التاريخ على مراحل متفرقة بجهود ذاتية ولكن العودة الكاملة الشاملة اللي هتبقى بصحوبة ببركة العودة إلى المسيح الحقيقي ستتم كوحدة من نتائج هجوم الأشوري على دولة إسرائيل في الأيام الأخيرة دول كلهم هيرجعوا وهيرجعوا أقبل أكتر من أشور اللي قاعدوا بمزاقهم ومن باقي لسبع أماكن دي من مصر ومن سوريا ومن إيران ومن أوروبا وهيرجعوا كلهم السؤال المهم دلوقتي قدامي هل الكلام ده اللي في أشعية 11-11 حصل في أي لحظة تاريخية في الماضي طبعا ما حصلش لا يمكن أن يكون الكلام ده اللي قدامنا حصل وعلى فكرة حتى بعض المفسرين الماضويين اللي هم إيه يعني اللي بيؤمنوا أن كل النبوة تمت في الماضي وخلصنا على كده ما بيحبش يتكلم على النبوة هتتم في المستقبل ده في مفسرين كتير كده بعضهم بيعترف أن رغم أنهم كل النبوة تمت لكن بصراحة النبوة دي بالذات مش بس ما نعرفش تمت إمتى قالوا وما تمتش كميل أعقودة كان عطراف يعني واحد من الناس اللي قالوا كده كان آدم كلارك وآدم كلارك مفسر محترم ومهم ومدقق وعالم ولا يؤمن بالنبوات المستقبلية بيستريح لفكرة أنه تم في الماضي آدم كلارك لما جيه يشرح الآية دي بالتحديد كتب كلام خطير جدا أنا هحط لحضراتكم ده اللي كتبوا بالإنجليزي بالحرف أهو قدامكم على الشاشة بس اسمحوا لي واسمحوا لي هترجموا الأول قال إيه آدم كلارك قال إن إحنا ما نقدرش نقول على الإطلاق إن هذا الكلام حصل قال كده يحتوي هذا الجزء من الإصحاح 11 على نبوة لم تتحقق بعد قال كده النبوة دي طبعا أصل مفسر مهما كان ليه موقف فكري وسياسي وتفسيري لازم يكون أمين مع النص قال ما حصلش في الماضي خلي بالكم دي صفحة الكتاب بتاع آدم كلارك معلش لأنه كتاب قديم جدا اللي عندي يعني الطبع دي شوفوا بيفصر الآية عشرة هاي من فوق وبعد كده الآية 11 ما فصرهاش كتب بس أن هذه النبوة لم تتم وما شرحهاش حتى طيب والآية 12 نفس الكلام والآية 13 نفس الكلام والآية 14 نفس الكلام وقفز إلى الآية رقم كام هي قدامكم الآية رقم 15 إذن آدم كلارك عايز يقول الآية 11 و12 و13 و14 نتكلم بكل صراحة ما تمتش الكلام ده قايله آدم كلارك في كتابه ده غلاف الكتاب معلش بعتزر تيه ده كتاب قديم جدا اللي هو تفسير آدم كلارك في مجلد واحد هذا الكلام موجود بالحرف في صفحة 573 أو أي حد ما عندوش الكتاب ده طلع آدم كلارك على سفر أشعية 11 ويشوف هيرا كلام ده اللي كتبه هي جملة واحدة كتبها على أهم أربع آيات في الكتاب المقدس عن الأشهوري كتب ما شرحهمش قال الكلام ده إحنا ده نبوة نبوة صعبة مش هدخل في تفاصيلها هو فضل ما يدخلش في تفاصيلها يعني وقال ده ما تمتش حتى دلوقتي إذا ناح نقول ده نبوة لم تتم بس أنا علشان مش عايز أدخل في تفاصيل أكتر إلا إذا جات لي أسئلة واستفسارات ولكن بلا شك بلا شك إن العودة من السابي البابلي مش هي اللي مكتب لنت في معظم كنت بالتفسير يقولك آه دا العودة من السابي البابلي لأ العودة من السابي البابلي كانت من بابل بس ما كانش فيها العودة لا من مصر ولا من علام ولا من أوروبا طبعا مش عايزة كلامي هذا النص لا يتعلق على الإطلاق بالعودة بالعكس دا النبوة بتقول في عودتين البابلي واحدة ودي التانية اللي مكتوب عنها بالتفصيل هنا لو هتسمحولي هروح مباشرة للنصف الأول من الآية 12 لأنها بتكمل حاجة في عودة الأصباط العشرة اللي أنا أقومي تماما هم مين دلوقتي هم من يسموا بالأشورين واحد أستاذي الكبير دكتور إبراهيم السيح كان في اتصال معي فترة وقال لي آه يعني هم برضو أشورين يعني عاشوا في البلد دي 2600 سنة العرب اللي هاجروا في مصر من 1400 سنة ما نسحبش منهم الجنسية المصرية خلاص بقوا مصريين تمام هم آشورين بالانتساب بسبب أنهم عايشين في تلك البلاد 2600 سنة وزيادة كمان يعني تقريبا 2630 سنة أو أكتر كمان ولكنهم مش نسل الآشورين القدماء ولا يحملوا لعنة آشور القديمة يعني عايز أعرف إخوات الآشورين اللي زعلانين أنتم متخيلين أن أنتم كشعب مبارك هتقوموا بالحاجات اللي مكتوبة عنها في النبوات دي مستحيل دي مملكة دموية شريرة تتحالف واحدة من الحلفاء الأساسيين لحلفاء ضد المسيح في الأيام الأخيرة هي وملك الشمال اللي هو رئيس روسيا دي قوة شر بتنقاض بأرواح شريرة تعالوا نروح للآية 12 لأن ناخد النص الأول بتاعها لأنه بيكمل موضوع عودة الأصباط العشرة في الأيام الأخيرة يقول ويرفع راية للأمم ويجمع من فيه إسرائيل هذه الكلمة اللي أنا كنت اتكلمت عنها في بداية الحلقة أن النبوة دي طبعا موضوع الآية 11 و 12 ده أحد علماء الكتاب المخدس قسمها الآيات لكن النص الجملة اللي قدام حضراتكم دي الجملة دي بس اللي هي النص الأول من العدد 12 ده جزء من الآية اللي فاتت يعني لو أنا اللي بقسم آيات كنت هخليها مع الآية 11 وتبقى كده بتتكلم عن عودة الأصباط العشرة أصباط مملكة إسرائيل التكملة بقى هيتكلم عن عودة السبطين ونص بتاعت مملكة يهوز خلونا دلوقتي في الجزء ده اللي هنخلصه النهاردة لأنه بيكمل ده جزء طبيعي من الآية اللي احنا خلصناها الآية 11 الراية اللي هي نيس بالعبري كلمة راية يعني نيس بالعبري الراية دي عبارة عن علامة يعني كلمة راية على فكرة احنا عارفين راية يعني علم بس علم بالعربي ولكن بالعبري علامة صين علامة يعني أي علامة أي علامة كده في الكتاب المقدس بيسموها راية بشرط أن الناس كلها تشوفها تبقى واضحة جدا ومرئية لما بدأت موضوع ضربة الحيات المحرقة لشعب الله المتمرد في برية سينة في الطريق إلى أرض كنعان بعد الخروج الله أمر موسى أن يعمل حاجة اسمها الحية النحاسية وقال له الحية دي لازم الناس كلها تشوفها طب تشوفها الزيرب قال له ارفعها على علامة يعني علامة يعني عصى طويلة جدا كل الناس يشوفوها قال له كده اصنع لك حية وضعها على راية مكتوب كده في العربي على راية على نيس راية يعني على راية حط الحية على علام لا لأ كلمة راية هنا يعني عمود طويل جدا بحيث أن كل الشعب في المحلة يشوفه فكلمة راية يعني حاجة الكل يشوفوها مش لازم يكون معناها علام ممكن يكون بانر إشارة ممكن يكون عصايا ممكن يكون عمود ممكن يكون أي حاجة فكلمة راية بالعربي يعني علام وإحنا بنحتفل نقول ونرفع الرايات ولكن حرفيا معناها حاجة طويلة جدا كل الناس تقدر تشوفها هي دي الرأي ورفع الراية في الكتاب المقدس لما نقول ارفع راية ده لها أهداف كتيرة جدا ممكن لإعلان الحرب نرفع الراية لإعلان الحرب ممكن للاحتفال بالانتصار نرفع الرايات راية النصرة ممكن لإعلان الهوية زي ما الأصباط اللي اتنشر كان كل صبت معاه راية عشان توضح ان ده صبت يهوزة ده صبت بن يمين ده صبت ياشساكر وهكذا وممكن للدعوة للالتفاف يعني واحد يرفع الراية ملك علان ويرفع الراية فالناس كلها هتيجي تغضع ليه معناها انهم بيلتفوا حواليه وحوالين قيادته فإذا في العهد القديم كان فيه استخدامات كتير لرفع الراية ولكن يا ترى الموقف هنا يقصد بيه طبعا احنا عندنا هنا مشكلة في الآية دي ليه لان احنا دلوقتي بنتكلم عن الآية 12 لو رجعت للآية 10 للآية 10 من نفس الاصحاح هتلاقي بيقول ايه عن المسيح عن الرب يسوع يكون في ذلك اليوم ان اصل يسا القائم راية للشعوب اياه تطلب الامم ويكون محله مجدا انا مش هشرح هذه النبوة لاندي نبوة مليانة اسرار ولكن انا عايز اقول لكم ان مفسرين كتير اروا دي في عدد عشرة الراية هنا ده ايه دعوة للالتفاف المسيح سيصير معروفا للعالم كله كل العالم سينظرونه وكل العالم سيخضع له غزب عن عينهم دون ارادتهم سيلتفوا حواليه في تلك الايام اشحية عشر احداشر فبعد المفسرين بيقولوا مش معقولة يبقى في اشحية عشر احداشر يكون معنى رفع الراية هي القيادة والاعتراف بالرب قغائد ونيجي في عدد اتناشر نديلها معنى تان بس انا عايز اقول لكم ان دي بحسب النبوة ممكن جدا مش شرط اللي عايز يفهمها ان الرب هيرفع راية بمعنى الكل هيخضع له ويلتف وحواليه هو حر انا اعتقد ان لها معنى اخر انها من معاني الحرب ان الرب سيرفع راية القوة والاعلان بالحرب لكل الامم اللي هتبقى شريرة في تلك اللحظة في فترة الضيقة العظيمة فترة سيطرة ضد المسيح وادباعه ومنهم طبعا الرب مش هيبه هو القائد في العالم في فترة ضد المسيح والاشوري وملك الشمال وملك الجنوب والناس دي لكن الرب سوف يحارب حروبه يرفع راية للامم يعني الرب سوف يعلن مصدر قوته بحاجة معينة فهتكون من نتيجتها ان كل الامم هتسلم واللي مطلع قانون ممنوعه خروج اليهود الى دولة اسرائيل هيلغيه فورا عشان الكل لازم يرجعه بسهولة جدا انا ده اللي اعتقد به لو حضرتك موافق ان دي بمعنى الالتفاف هي بس السياق ما بيقولش كده ومش شرط انه فيه ايتين اية عشرة واية اتناشر فيهم نفس التعبير بس يكون في كل اية لها معنى مختلف ما فيش اي اعتراض وحصلت كتير في الكتاب المقدس في الاخر خالص المعنى الاكيد هو ان الرب سيعمل حاجة معينة على اثارها كل اليهود لازم يرجعوا ويجمع من فيه اسرائيل وانا هنا هختم الحلقة بالجزء ده لانه مهم جدا يجمع من فيه خلي بالكم احنا قبل كده في سلسلة ضيقة يعقوب في الحلقة رقم 11 اتقابلنا على فعلين للعودة فعل يجمع وفعل يضم وهنا مذكورين نفس الفعلين يجمع اهو عن الاصباط العشرة ويضم هندرسها في الحلقة اللي جاية عن مملكة يهوزة الجنوبي هل في فرق بالاثنين نعم في فرق بالاثنين وانا الحلقة اللي جاية ان شاء الله هوضح اكتر لكن يهمني الوقت هقول ان هو يجمع وهو ده اللي مكتوب عنه في ميخة نيل ده اللي درسناها في ضيقة يعقوب ان اجمع جميعك يا يعقوب واضم ده حاجة تاني البقية طيب الفعل يا اجمع احنا شرحناه في سلسلة ضيقة يعقوب اساف واساف يعني ايه يعني ينزع بالعافية يجمع بقوة ويعني يزيل اه اساف يعني يزيل يعني بالعافية هيحشهم من البلاد اللي هم فيها مش ممزاكهم هيجبهم بالعافية الاصباط العشرة اللي قعدوا بارادتهم ولم يعودوا سوف يزيلهم الرب مما فيهم الاشورين اللي حاليا بعضهم زعلانين لانه متمسكين بالهوية القديمة الاشورية ولكن الرب سيفعل شيء ما ويزيلهم من تلك الاماكن ويعيدهم الى ارض الامجاد كلمة يوسف هو نفس الفعل اساف ده لان رحيل امه سمته يوسف قالت لان الرب نزع عاري في تكوين تلاتين فاساف يعني ايه يعني اللي منزوع الله نزع عارحة رحيل فسمت ابنها يوسف والرب سوف ينزع الاصباط الحداشر من كل دول عالم ويرجعهم ولو بالقوة المعنى العميق للكلمة ان الله سينزع اليهود من اماكن تشتتهم الاصباط العشرة من اجل ان يجمعهم في المكان المقصود وبيسميموا هنا المنفيين خلي بالكم لان الله يستخدم عن يهوزة كلمة تانية مش المنفيين وانا برضو هعود للكلام ده وهوضحه في الحلقة القديمة وانا بقارن بين عودة الاصباط العشرة وعودة سبطي ونصف بتعود مملكة يهوزة الاصباط العشرة اسمهم ايه؟ اسمهم المنفيين ندي اسرائيل يعني المنفيين بس كلمة المنفيين هنا مش دقيقة شوية دخة دخة بالعبري مش معناها المنفي ولكن معناها المطروض المطروض هي تنفع المنفي طبعا بالعربي المطروض بعيدا دخة يعني بيبعد الله ابعد الاصباط العشرة عن ارض اسرائيل بسبب خطياهم ولكن سوف يعودوا اعتقد وقت الحلقة بتاعي خلص ولكن هنكمل باقي نص نصوص العودة من اشور اللي هتحصل بسبب هجوم الاشور على اسرائيل في الحلقة القادمة من اقوال النبوة انتألنا الرب علينا اراكم في الحلقة القادمة شكرا لكم